يرى خبراء أن الزيادة في حالة العنف الأسري ترجع إلى عدة أسباب أبرزها الفقر وتراجع منظومة القيم وهو ما يحتاج إلى حملات من التوعية المجتمعية مع ضرورة تبني استراتيجية واضحة لمواجهة العنف الأسري في مصر مثلا تقرير محمد حميدا من القاهرة حي السلام حي شعبي على أطراف القاهرة سكانه من الطبق الأقل من المتوسطة هنا كان يعيش أحمد عيد الذي ألقى بأولاده الثلاثة في النيل قبل أن يلقي بنفسه منتحرا مش هكذا عياله أنه نفأ أو متع أو مؤخر أو محمين وخلع أو دنيا أي رجل في الدنيا مش هستحمل الدغوة دي معلش وشغله في مصنع وعياله مقفولة عليها بالإف أو عياله مع أبو حسن أو عياله مع جاره أو عياله في الشارع بصراحة ربنا مضغوط يعز الجيران قتل أحمد لأبنائه إلى خلافات متكررة مع زوجته أثرت سلبا على الأطفال والأسرة يوم لحد بقى خط بعضه مش ناده على ملك والعيال والخط بعضه نزل لتاحت بقى راح بيني يا أحمد قال لأنا بصراحة مش عارف أميل كانت الرعشة مسكبة وإيه الدماء على إيرن سنة ديدة على الحيطة كده وكان بتريعش كان بعيط يعني راح بيني يا أحمد قال لي مش عارف عن مثلا أنا ودعك قرى قال لي أنا ودعك طبقا لتحقيقات النيابة فإن أحمد ربما يكون ألقى بأولاده الثلاثة ثم بنفسه منتحرا من هذا المكان في حالات عديدة تتراوح ما بين التنمر والقتل بين أفراد الأسرة الواحدة ما اعتبرته منظمات مهتمة بشؤون الأسرة والطفلة ربما مؤشر على ازدياد ملحوظ في عام 2018 على حالات العنف الأسري وهو ما يدق ناقوس الخطر يلقى أفراد الأسرة ومعظمهم من الأطفال حتفهم على يد ذويهم نتيجة للقسوة في التعامل أو خشية إملاق أما الأرقام الرسمية فقد غابت عن تشريح هذا العنف وأسباب انتشاره مؤخرا الأضايا اللي احنا بننظرها من خلال الوحدة القرونية في ارتفاع في معدلات العنف الأسر هي 2018 عن 2017 فده مؤشر عندي 23 محامي بيشتغلوا على مستوى الجمهورية 23 محامي الأضايا اللي بيتناولوها فيها ارتفاع لمعدلات الجريمة داخل نطاق الأسر وبالتالي عندنا ارتفاع في المعدلات بالنسبة للقضايا المنظورة أمام المحاكم ويقول خبراء أن أسباب العنف الأسري متعددة تتراوح ما بين تردي الحالة الاقتصادية وتعاطي المخدرات أو الخلافات العائلية وربما الانتقام لو قلنا أن الفقر أحد الأسباب هيبقى طبعا هو الرئيسي الفقر ساعد بيخلي البني آدم زي ما بيتقالب البلد بيخرج عن طوع بتبقى على المستوى النفسي اللي بيوصل للمرض عدم قدرة الإنسان على التعامل مع معطيات الحياة الأساسية اللي هي مكنة التأقلم نسميها ده يساوي أنه عجز عجز نفسي وعادة بيبقى عجز عقلي أدى إلى أن الحل بالنسبة له يبقى إنهاء حياته وحياة الآخرين أكنه بيفكر أنه كده هيفديهم الأزم الازدياد الملحوظ في وطيرة العنف في إطار الأسرة المصرية في العام 2018 حسب خبراء يشير إلى عطب أصاب العلاقات الأسرية ربما يحتاج إلى تعديل تشريعي يضمن حماية أفراد الأسرة ونشر الوعي بالأثر النفسي للعنف على سلامة الأسرة والمجتمع محمد حميدة بي بي سي القاهرة